سباح النور أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم مشاهدين إلى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة ضيفنا هو مؤسس مبادرة مع النصطيع التي تسعى إلى ربط الأشخاص الذين يساهمون في تغيير العالم في 194 دولة ضيفنا أسس شركة سيركولو وهي شركة اجتماعية ولدت كثمرة مشروع تطوير تكنولوجيا تستند إلى الاقتصاد الدائري وجعل رواد الأعمال ذوي التأثير مرئيين بطريقة أوسعة في المجتمعات قام ضيفنا بتأليف كتاب عن التكيف السريع مع البيئات القائمة على الذكاء العاطفي وينكب حاليا على تأليف كتاب آخر عن رواد الأعمال والأنظمة الإيكولوجية لريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم للتعرف أكثر على هذه القصة الريادية يسعدني أن أحاور في السوديو اليوم رائد الأعمال والكاتب الكولومبي ألفارو دازا صباح الخير ألفارو صباح الخير هالا شكرا لتوجه معنا شكرا لدعوتكم ألفارو أنت تقوم بعمل فريد لديك هذه المبادرة مع أن نستطيع وهذه المبادرة تستغلون من خلالها الاقتصاد الدائري حيث تجمعون أشخاص من دول عديدة ومختلفة وكل من لديه صوت تجعلونه مرئين بطريقة أوسعة حدثونا عن سيركولو وما هو هدفكم شكرا لسؤالك كل شيء بدأ برحلة رحلة لأربعة وسبعين دولة وكنا نربط من خلالها الأشخاص عبر الأسويرة أسويرة مع أن نستطيع وأغلب هؤلاء الذين يحققون تغييرها في مجتمعاتهم كان لديهم الصوت وليس لديهم المنصة فقررنا ابتكار منصة تجمع بين الصناعات وتربط بين الأشخاص باستخدام تكنولوجيا مثل بلوكشين ومترابطة مع منصات أخرى مثل الميتافيرس أو التواصل الاجتماعي أو العالم الرقمي وضمان أنهم عن طريق الإنترنت وخارج الإنترنت لديهم المحلات والشباكات والعلاقات ولديهم إمكانية استكشاف الفرصات الجديدة والبنى التحتية للسفر والتربط شكل أكبر هذا أمر مدهش لجمع العامل البشري مع التكنولوجيا فعلا عمل فريد كما نعرف أنك ألفت كتابا عن التاقلم السريع مع البيئات وكل شيء يؤثر على ريادة الأعمال حدثنا عن مدى أهمية استغلال المهارات العاطفية كما ذكرت في كتابك لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال عندما ألفت كتابي الأول وكما ذكرت هو حول الربط بين الأشخاص والتأقلم مع البيئات المختلفة بسرعة كنت سافر حول العالم كنت قد سافرت إلى 64 دولة خلال عام واحد ومع عدد إجمالي الدول التي سافرت إليها 76 وبينما ألفت الكتاب بدأت أدرك بأن المهارات الحديثة التي نتعلمها في الجامعات أو المدارس نحن بحاجة إلى المهارات النائمة كيفية التفاعل والتعامل مع العواطف مع التأقلم من البيئات واحترام الثقافات الأخرى بينما نتعلم كيفية إبراز ثقافتنا وأعتقد أن ريادة الأعمال اليوم هذه المهارات مهمة لأننا لم نعد مثل الجزر المنعزلة عن بعضها البعض بل نحن في عالم يترابط في كل يوم بنفس الطاقة ونفس الآليات التي تسمح لنا بعقد صفقات الأعمال وخلق المجتمع الأعمالي في المستقبل وأن أردنا أن نحقق ذلك فيجب أن نتعلم كيفية استغلال الذكاء العاطفي واستغلال مهاراتنا وأصواتنا ليس فقط لتطوير الأعمال بل لخلق النصر الآخرين تماما ألفارو وأنت تؤلف الآن كتابا آخر يدور حول عوامل التغيير والمنظومات الإيكولوجية لرواد الأعمال ولكن من هذا الكتاب ما المخرجات الثلاثية الأساسة التي ترغب بها لرواد الأعمال من سيقرؤون الكتاب منذ فترة طويلة وعلى مدى التاريخ لثلاثة آلاف عام السابقة الاقتصادات كانت تحدد أسلوب عيشنا وأسلوب تفاعلنا أما الآن وفي سنوات قليل الماضية شهدنا مثلا كيف الإمارة العربية المتحدة واقتصادات أخرى حول العالم بدأت تتبتكر أشياء جديدة ومختلفة وهذا يكمن في فهم المصادر الأخرى وكيفية استغلالها وكيفية إدماجها فإذا تحدثنا عن رواد أعمال المستقبل من وجهة نظر المهارة الأساسية التي هي ضرورية هي القدرة على التواصل والترابط ومن المهم جدا الترابط مع البيئات المختلفة والأشخاص المختلفين والقضاء المختلفة وثانيا القدرة على التنقل هذا مهم لأن أراد الأعمال إذا كان معزولا وليس لديه روباط مع آخرين وليس لديه شركة إلى جانب جانب الأعمال لها تأثير على العالم فلن يحقق شيئا والجانب الثالث هي القدرة على أن يكون من المهم جدا بالنسبة لنا في المستقبل أن نتصرف كأنفسنا وكيف نطرح الأشياء كي يتعلم الأشخاص في العالم أشياء مختلفة ليس فقط ما لدينا بل من نحن أيضا إذن القدرة على الترابط والتنقل وأن تتصرف كأنفسكم البارو أنت سافرت العالم كما قلت أكثر من 70 دولة 14-176 ومع أن نستطيع خلال هذه المبادرة ربطت بين أشخاص من 144 دولة فأنت معروف حول العالم عندما جئت هنا إلى أمارة العربية المتحدة ما المختلف هنا أول فريد بالنسبة لأمارة العربية المتحدة لتشجيع رواد الأعمال الاستثماري في المنطقة عندما بدأت السفر في رحلة 194 دولة كنت أرغب في سفر حول العالم وترابط مع كل الأشخاص حول العالم حول نفس المبادرة وفي ذلك الوقت أو السنوات الماضية شعرت بأنه مهمي جدا أن أسافر إليهم أما عندما أأتي الإمارات فالعالم يأتي إلينا هذا هو الجانب الأهم وشيء الأهم الذي يميز هذه البلاد وهو شيء يجب أن نستغله كرواد أعمال كمنصة لترابط مع الجنسيات المختلفة والمنفتحين للابتكار والتفاعل والإبداع وفي الأيام القيام الماضية قبل ثلاثة أيام أسسنا شركة هنا وأنا في الحقيقة سأبدأ العمليات من العام المقبل الدائرية نعم استثمار دائري وبدأنا عملياتنا هنا التواصل مع العالم الاقتصاد الدائري كله قادم لأمارة العرب المتحدة نحن موجود نظرة هذا هو المستقبل ومستقبل هو الترابط والتفاعل وضمان أن يفهم الجميع بأن العالم يمكن أن يكون أفضل مدهش ألفارو سعدنا بجودك معنا وتمنى لك عاما سعيدا 2022 شكرا جزيلا وهلأ منعود ألكن زمالينا بمركز الأخبار لإستكمال ساقرات أكسبو هذا الصباح